هذا الفكر المادي لكي نزوج يجب أن نزوج دميلة أو طواميلة لكي يستطيع أن يرضي المجتمع الصغير الذي يحيط به لا، يجب أن يتربى على القناعة ويجب أن يقولون زهد اجتماعي يتربى على التفكير المنطقي الاجتماعي كما يقولون بالدرجة كس الرجلي كس الحافك وعندما يرى العبرة، عندما يرى هذا الشاب تزوج ونجح في زواجه بمبلغ بسيط بمرأة ما شاء الله، الكل سيقلده أكيد، وهذا هو التأثير هذا هو التأثير، الكل سيقلد، إنه اختار المرأة المناسبة ودار عرسه كما يحبه بطريقة بسيطة جداً، ونجح في زواجه يقلده لأننا عندنا التقليد، آفة الشك، آفة التقليد، آفة الخوف من نظرة الآخر آفة عدم إقناع الآخر في هذه الأعراس أحد يقول لك لازم تجيبها الشابة، لازم تشبها كذا وكذا لن يقتنع يجيبها الشابة للأهل، للناس يشوفوها أكيد لن يقولوا فلان تزوج بوحدة آية في الجمل، لا تزوج بوحدة جميلة القلب قبل أن تكون جميلة الوجه صح جميلة القلب حتى تكون أم ناجحة لأن جميلة الوجه راح تختار هي بجمل يعني أنت تقولي أنه لابد للرجال أن يختاروا أمهات لأبنائهم أمهات لأبنائهم، ما هوش الجمال، إحنا عدنا في الخطبة، الجمال هو كل شيء أرى أن فجأك، أقول لنا، لماذا الرهاب من الزواج؟ أقولوا في العراس يشوفوا الفتاة اللي ترقص بطريقة بارعة يخطبوها فعلا وهل الرقص عامل من راقصة نجيبها الوليدي؟ راح ترقص لي دايماً، ولا راح تزوج وتربيه وتبليه هذا فكر بليد، هذا فكر بليد رعنا في البلدة في التفكير في ما يخل الزواج حتى نتج عنه الرهاب في الزواج إذن مقومات الزواج